أكيد أكيد طيب إحنا عشان نقفل المشكلة الأخيرة دي المشكلة في نادي القرن عشان نقفل المشكلة دي نهائي يعني هل في اللقب ولا في اختيار المعايير أنا معرفش اللقب أنا معملهوش يعني اللجنة دي هل قررت نادي القرن إحنا كنا بنعمل التصنيف ده والتصنيف ده ماشي والدليل إن ما كانش فيه أي عاجة الدكتور كامال درويش كان موجود معنا في احتفاله ما قالش عال حاجة ده هنة هنة وكل حاجة وبعدين دلوقتي أنا عرينا مش عارف الزمالك بيطالب اللقب لقب الأكثر تتويجا باي يعني إيه اللي أكثر تتويجا ده مش في مرحلة معينة أكثر تتويجا دلوقتي أكثر تتويجا دلوقتي أكثر تتويجا دلوقتي مين مش مستهل بقى أن أنا أعملها ما أنت ممكن ييجي الترجي يقولك في الفترة مثلا من 95 ل 2005 اللي أنا هلوحها فينا أنا الأكثر تتويجا طب أقول الأكثر تتويجا دلوقتي